على مدار الأيام الماضية دخل نادي الرجاء المغربي أزمة كبيرة مع منذر الكبير المدير الفني السابق للفريق والذي تمت إقالته لتراجع نتائج الفريق الكبير أحدد باللجوء للفيفا وتقديم شكوى ضد الرجاء كونه لم يحصل على مستحقاته التي بلغت 500 ألف دولار لكن إدارة النادي البيضاوية نجحت في أول اختبار لها وأنهت الأزمة فما القصة؟ الرجاء خرج خالي الوفاض في الموسم الحالي بعدما فشل في تحقيق أي إنجاز في كل البطولات التي شارك فيها على مدار الموسم سواء على المستوى المحلي أو المستوى القرية وخلال الأيام الماضية كان الرجاء مهددا بالوقوع في ورطة كبيرة وتعرض لعقوبات قوية من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد تهديد مدربه السابق منذر الكبير بتقديم شكوى رسمية إدارة الرجاء المغربي قررت رحيل منذر الكبير عن قيادة الجهاز الفني للفريق رفقة مساعديه التونسيين وجاء فسخ التعاقد من جانب واحد وهو إدارة النادي بسبب ترهجع النتائج قرار الرجاء وضعهم في ورطة عندما طلب الكبير بالحصول على مستحقاته كاملتان والتي تبلغ قيمتها 500 ألف دولار كون فسخ العقد جاء من طرف واحد وعلى مدار الساعة الماضية عملت إدارة الرجاء المغربي على خل الأزمة الأولى التي تواجههم منذ توليهم المهمة خلفا للجهاز الإداري السابق للفريق وتوصلت إدارة الرجاء المغربي لاتفاق ودي مع منذر الكبير والجهاز المعاون التونسي خلال الساعات الماضية وهو ما تم الإعلان عنها في بيان رسمية اتفاق مالي ودي يحصل منذر الكبير على إثره على مستحقاته كاملة على دفعات مؤجلة بينما يحصل الجهاز المعاون على ما يستحقه من رواتب ومكافآت فورا وعلى مدار الموسم الحالي والمواسم القليلة السابقة شهد الرجاء المغربي حالة من عدم الاستقرار الفني على مستوى المدربين في ظل تغيير العديد من الأجهزة الفنية في مختلف الأندية الرجاء وطعا قدم مؤخرا مع الألماني جوزيف زينباور لتولي قيادة الفريق خلفا للمدرب التونسي مع جهاز معاون من سويسرا يتضمن كذلك مدربا لحراس المرمى وخلال الموسم الحالي فقط تولى تدريب الرجاء المغربي ثلاثة مدربين بداية من التونسية فوز البنزهرتي ثم موذر الكبير وأخيرا الألماني جوزيف زينباور وفي الموسم الماضي قد الرجاء المغربي أربعة مدربين بداية من التونسي سعد الشابي ثم البلجيكي مارك فيلموتس والمغربي لمباركي وأخيرا رشيد الطاوسي الرجاء ودع بطولة دور أبطال إفريقيا من الدور الربع النهائي بعد الخسارة من النادي الأهلي الذي تووج في نهاية المشوار باللقب القرية على حساب الوداد المغربية وعلى مستوى الدور المغربية اكتفى الرجاء باحتلال المركز السادس في جدول الترتيب ليبتعد تماما عن المنافسة على اللقب المحلية وكذلك خسارت فرصة المشاركة في أية بطولة إفريقية خلال الموسم القادم فهل تنجح الإدارة الجديدة في حل أزمة الفريق وإعادة الفريق البيضوي إلى مجده السابق؟ اشتركوا في القناة